مرحبا بلدة لها أسرار قديمة وجذور راسخة بدءا من تسميتها مرورا بطيبة أهلها وليس انتهاءا براحة ضيفها هذا التقرير يعرفنا بقرية مرحبة في محافظة إربد وبسر تسميتها المرون من لواء الوسطية غربي محافظة إربد يبدون دهشة عند قراءتهم هذه اللافتة هل هي ترحبية للزوار؟ أم أن اسم القرية مرحبة بلدة مرحبة بلدة قديمة منذ عهد الرومان وسميت مرحبة بهذا الاسم نسبة إلى السهل الرحب الواسع المتد إلى الجهة الغربية والجهة الشمالية وهناك رواية أخرى بأن كلمة مرحبة هي من الترحيب بالضيف مشهورة بسرعة الترحيب بالضيف وأكرامه يتميز سكان أهل مرحبة بالتحاب والتواد كلهم متعاونين كلهم يسعى بعضهم إلى خير بعضهم وهم متعاونين ويد واحدة ولا خلافات بينهم يبدو أن لها من اسمها نصيباً لكرم أهلها وطيب معشرهم فمنذ دخول ضيفها وحتى مغادرته يتهافتون عليه لدعوته والقيام بواجبه دكانة الحاج خضر معلم في قرية مرحبة عمره خمسون عاماً له ذكريات جميلة في نفوس شيبانها وهي اليوم محط أقدام أطفالها بالأعياد كل ياتهم يزوروا بعضهم البعض ما يضرشوا ولا دار إلا يفوتوا عليها من بيت إلى بيت والحمد لله يعني المتعاونين وجماعة معهم كل ياتهم برحبوا بأي إنسان بيجع عليهم حب أهلها لبعضهم البعض هو ما يميزها بشهادة إمام مسجد بلدة مرحبة الذي أكد بأنه لم تحصل فيها خلافات تذكر هذه القرية اسمها قرية مرحبة ولو حركنا بعض الحروف لأصبحت مربحاً مرحباً ومربحاً إن شاء الله فهي ترحب بالضيف وتعتبره مربحاً لها لتقديم كل ما يتناسب مع الضياف والكرم هذه البلد تشتهر بالضياف وتشتهر بالكرم والتسهيل من اسمها لها نصيب بفضل الله أهلها متحابين متعاونين متآلفين لديه من نخوة منذ القدم وهذه صفة عامة عن هذه البلد وبعدما أمست ترحاب مدهشاً في زمن شحت فيه النفوس تبقى هذه البلدة تردد بلسان حالها بمرحبابك كلما مررت من هنا ترجمة نانسي قنقر